أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون والمقيمون والشركات والمؤسسات مع الحملة الوطنية في النخير التي جاءت تجاوبا مع المبادرات الكبيرة التي أطلقها حطرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لحفظه سلامة مملكة البحرين وجميع من عليها من المواطنين والمقيمين منذ بداية ظهور فيروس الكورونا حيث وضع صحة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة لحماية الإنسان والاقتصاد الوطني من هذا الفيروس لتكون البحرين رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي وقال سموه نتقدم باسم جميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الغالية بخالص الشكر والتقدير إلى قائد هذا الوطن ورعيه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على ما يوليه من اهتمام كبير لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مما أكسب مملكة البحرين السمعة المميزة والإشادة على المستويات الإقليمية والدولية ومنها منظمة صحة العالمية مثمنين الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما يقوم به فريق البحرين من جهود وطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار وباء كورونا كوفيد 19 في المملكة عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وقال سمو الشيخ ناصر في التغريدة التي أطلقها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي مشيدا بهذا التجاوب والمساهمة من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات تفتخر مملكة البحرين بتكاتفكم كمواطنين ومقيمين وقد حولتم الأقوال إلى أفعال وجهودكم هي خير برهان على أنه فينا خير من جانب يعرب الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن خالص شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مبادرة الكريمة بتدشين حملة في النخير والتي حظيت بتجاوب متميز من قبل المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات والبنوك حيث بلغ مجموع المساهمات المالية في الحملة أكثر من 36 مليون دينار فيما بلغ عدد المساهمين من الأفراد أكثر من 40 ألف مساهم وأكثر من 500 مؤسسة مشيرا إلى أن الحملة ستنتهي بتاريخ 30 من إبريل الجاري داعيا المساهمين للانتهاء من تحويل مساهماتهم قبل موعد انتهاء الحملة ترجمة نانسي قنقر